تحذير أممي من تدهر الوضع الإنساني وتأكيد حكومي على السلام العادل واتهام للمجتمع الدولي بتجاهل الأزمة الإنسانية أبرز عنوين جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشان الوضع في اليمن وكان بعض المعنيين بالنزاع يريدون الاستفادة من الاشتقاط الداخلي لمصارح شخصية دون اعتبار لحاجة اليمن الملحة للسلام المبعوث الأممي ولد الشيخ أكد في حاطته لمجلس الأمن على وجود صف دولي يعمل على إنهاء الصراع في اليمن لكنه اتهم أطرافا يمنية لم يسمها بالحرص على سمرار النزاع من أجل الاستفادة الآنية وبدى ولد الشيخ مسرا على همية مقترحاته الأخيرة الخاصة بتحييد ميناء الحديدة وفتح مطار سنعاء موضحا أنها ستعمل على توفير مرتبات موظفية الدولة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن محاسبة كل المساهمين في ارتكاب جرائم حرب دعوة كررتها كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن وقد ركز مندوب دولة ورقواي على الانتهاكات المتعلقة بأطفال اليمن داعيا إلى فضح كل الكيانات والدول التي ارتكبت جرائم ضد طفولة بينما اعتبر مندوب دولة بوليفيا المجتمع الدولي سببا من أسباب السمرار الأزمة اليمنية إلى جانب المجاعة والكوليرا والحرب ربع الشعب اليمني بتقدير وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية سيفانو براين بات محروما من الدخل الثابت وقد حثوا براين المجتمع الدولي على ممارسة التاثير من أجل اتخاذ تدابير إضافية لإنقاذ المدنيين وفي مقدمتها فتح كل المنافذ البرية والجوية والبحرية أمام اليمنيين يستطيع الانقلابيون أن يحصلوا على السلام مع كل فئات الشعب اليمني إن التزموا بكل استحقاقات السلام ومطلباته لكن لا يجب أن يحصلوا على مكافأة لقرائمهم بدت الحكومة حريصة على السلام العادل والمشروط بالمرجعيات الثلاث المعلنة لكنها دعت على لسان وزير الخارجية عبد الملك المخلافي المجتمع الدولي إلى توجيه رسالة واضحة ضد الانقلابيين الذين وفق تصريح المخلافي يرفضون السلام بسبب دعم إيران ولكون الحرب أضحت لهم تجارة مربحة نستغرب أن لا نسمع أي ثمناشدة أو تأنيب للضمير الإنساني على الحصار الجائر على مدينة تعز من قبل هذه الميليشيات الحكومة اليمنية أكدت أن قبولها بفتح مطار صنعى مشروط بعودة موظفي ما قبل الانقلاب لإدارة المطار تحت إشراف الأمم المتحدة وكان من اللافت مطالبة المخلافي بفك حصار تعز وسغرابه من الصمت الدولي على مساتها موضحا أن المدنيين فيها يشعرون أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين